بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم عندي استعمال من قناة جرافة الدائرة. نعرض ان شاء الله هتكلم عن الوتوكات وهشرح اوامر مهمة لازم من انتو تعرفوها. ممكن يكون في بعض انا يعرف الاوامر دي او يعرف بعضها. المهم ان انا هشرح اوامر جديدة في الوتوكات. عندكم في القناة موجود كورسات كاملة لبرنامج لو عايزين تطلوا عليها بتدوسوا على اسم القناة من اسفل الفيديو بدخلكوا على القناة وبتدوسوا على قوام التشجيل وفيها جميع الدروس اللي انا شرحتها وجميع البعض. قبل ما ابتدي ما تنسوش لايك وشير عشان ده بيدعمني في القناة وبيخليني استمر معكم. واللي مش مشرق في القناة سبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يمسلوا كل جديدة. اول معلومة مهمة اللي عليها اللي هي في الدايماج. انا عندي هنا بكتانجل اهو. وهعمل له بالشكل ده كده. وعايزة اضيف وحدة الرسم اللي انا آآ رسمت بيها على الدايمانشن بقى. بعمل ايه؟ بكتب دي اي ام. ده اختصار دايمانشن وبختار دايمانشن استايل. وباجي اقول له موديفاي. وعندي هنا في برايماري يونيتز. احنا شايفين كده. في حاجة اسمها اس يو اف اف اي اكس. هنا هكتب الوحدة بتاعة الرسم. فانا مسلا هكتب بالميتر هعمل ام. وقول له اوكي. وبعدين كلوز. سيما احنا شايفين ضف لي الوحدة اللي انا برسم بيها جمب المقاس بتاع الدايمانشن. ده طبعا بيسهل لي آآ ان انا اعرف انا رسمة رسمة بتاعت بايه؟ او الرسمات اللي بيجي لي عشان مسلا آآ عدل فيها لو مكتوب جنبها الوحدات بيكون طبعا بيسهل علينا الرسمة. هنيجي لتاني حاجة. تاني حاجة عندي ازاي ان انا اغير لون الشاشة. وده بقى سهل جدا ان احنا نغيره. باجي اكتب تحت. اوبشن. او بي. وادوس كده. عندي هنا. زي ما احنا شايفين كده. هنا حاجة اسمها كالرز. وادوس على كالرز هنا. هنا الشاشة عندي بلاك. انا عايزة اغيرها لأي لون انا عايزة منها. اي لون انا عايزة. فمثلا هعملها جرين. وقل له ابلاي. اوكي. اي ما احنا شايفين? شايرة بتاعت ايه? اتغيرت لون جرين. عادها الكتاني. وبي. اوبشنز. كالرز. ممكن نغيرها لبلو. اهو. اوكي. اغيرت لبلو زي ما احنا شايفين كده. يبقى هنا ممكن ان انا اغير لون الشاشة لأي لون انا عايزة. هنرجع تاني. اللون بتاعنا. احنا بتعودين عليه. وبعدين. وبعدين. بعدين. اوكي. باجع لي. زي الاول تاني. هتكلم كمان عن امر جديد. امر مهم في. الاوتوكات. الكيرسور اللي احنا شايفين ده. اللي هو خطين متعمدين. ممكن ان انا احوله لسحر. ازاي? بروح هنا تحت. بكتب كيرسور. واختار بين هنا كيرسور طي. عندي هنا. القيمة صفر اللي هو الشكل اللي عندي. الخطين المتعمدين دولي. انا لو عملت مقم واحد كده. وان. بكتب وان. هيديني سحر. هيحول هول لسحر. هنشوف مع بعض اهو. بتحول لسحر. بدل الكيرسور اللي كان موجود. ممكن ان انا. هرجع تاني هقوله هنظر. برجع لي تاني. ممكن ان انا الكيرسور ده اكبره. وقول له كيرسور. وعندي. ممكن بتاعته قول اسئال ادي فقط بتاع البرنامج. انا هكليها مسلا. تاني. انت. كبر قولي زي ما احنا شايفين كده. احنا ممكن نغير في حاجة الكيرسور اللي موجود عندنا. هنعمل تاني انتو. نرجع للدفولت بتاع البرنامج. عندي حاجة تانية. ان انا ممكن ارسم ارق. مغير فيه. انا عسنا هرسم كده. اهو. بالشكل ده. ودي ارسم ارق. واعمل دايمينشن للارك ده. دايم. ارق. اهو. اختار الارك بتاعي. وادي الدايمينشن بتاعه. وهاجي لو انا صغرت الارك ده. هيصغر معي الدايمينشن هيتحرك معي تلقائي. ازاي؟ عن طريق اللينس. بتاع الارك. هيتغير معي الارك نفسي. ازاي؟ هاجي هنا اكتب لينسن. اهي. هكتوب عندي هنا اهي. ومديني بعض الحاجات اللي انا اخطر منها. هكتب له تي. وبعدين. هي عندي هنا تمانية مسلا هقول له اربعة. وبعدين انتر. هنا بيقول لي لينسن. لينسن سليكت ان اوبجيكت تشينج. طول اللي انا عايزة اغيره. فانا هدوس مسلا على الجزء ده كده. واجي. اعمل له. ادوس انتر. هيتغير معي زي ما احنا شايفين. المقاس مع الارك نفسه. اربعة زي ما انا كتبت بالزبط. وكده انخلصت الدرس بتاعنا النهاردة. الرب تكون استفدتم منه. ازا استفدتم منه. ازا استفدتم منه. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس. عشان نصاركه اللي بدي. زروني في الدروس القادمة. استودعكم الله عز وجل.